الرئيس عبدالفتاح خاصة بالريف المصرية لذلك أطلق المبادرة الرئاسية للحياة في التجامعات الريفية الأكثر احتياجا وخلال اجتماعه مع دفع مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية المحلية وجه الرئيس السيزي بالتعامل مع محيف المصرية من محيف المصرية وعمل جماعي المتقطاعات الدولة ذات الإنسانية للخبرات التطوير للوصول لمادج تطوير الجوانب الإنسانية مع همية خاصة لبرامج التطوير الخمس سنة الجنية يتم توجيهها للبنية الأساسية والصرف الصحية وتوفير المياه وتوفير وحدات صحية ومراكز ثقافية ومراكز شبابية وحضانات التي يتم العمل على زيادة عددها لتوفير رعاية متكاملة للأطفال الدولة المصرية تواجه الفقرة بكل أبعاده لتحسين معيشة المواطن عبر حصوله على خدمات أفضل لتحسين مستوى معيشة المواطن أهلا بحضراتكم مرة تانية عن هذا الموضوع ينضم لي في استوديو من القاهرة لهذه الليلة الدكتور صلاح حاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجماعة الفيوم دكتور صلاح أهلا وسهلا بحضراتكم مستوى الخير إفند مستوى النور برنامج حياة كريمة وألف قرية مصرية تنتظر التطوير لو تضعنا في صورة الملامح التنفيذية لهذا البرنامج هو طبعا المشروع حياة كريمة من المشروعات القومية أو البرامج القومية العملاقة التي بادر بها السيد الرئيس في يناير 2019 وكان اعتبر سيد الرئيس أن هذا البرنامج هو بمثابة رد الجميل للمواطن المصري محدود الداخل الذي تحمل على مدار ثلاثة سنوات ماضية بل يمكن أكثر من 2011 حنقول مش بس فترة الإصلاح الاقتصادي من 2016 إلى 2019 كانت هذه هي الأزمة ولكن أعتقد أن الأزمة كانت طويلة بدأت من 25 يناير وربما قبل ذلك حتى بداية طبعا البرنامج الإصلاح الاقتصادي والتبعات الاقتصادية والمادية التي ألقيت على عاطق المواطن المصري محدود الداخل فكتب كانت مجرد فكرة جاءت الرئيس أعلن عنها عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي وقال بنفس المصطلح أنا أعدت أفكر إزاي أرد الجميل وأكافئ المحدود الداخل فقلت لابد أن أفكر في الحياة الكريمة للمواطن المصري والحياة الكريمة كلمة كرامة في حد ذاتها هي من استغلها الرئيس في الكثير من البرامج حينما تكلم عن برنامج تكافئ وكرامة الذي بدأ فيه 2015 وهو برنامج يمس بشكل مباشر الفئات محدودة الداخل أو غير القادرة على إشباء احتياجاتها الأساسية وهم مادونة تحت خط الفقر وكان في 2015 كانت تعدادها وإلى الفقراء لا يتجاوز 27-18% من سكان مصر كانوا هم محدودة الداخل وكانت طبعا محافظة أسيوت وقنة وسهاج وقنة كانوا من أكثر المحافظات فقرا وبدأ برنامج تكافئ وكرامة واستهدفا القرى طبعا والفئات السكانية محدودة الداخل و2019 بدأ يفكر فيه جزء آخر تاني مرتبط بكرامة الإنسان هو كان برنامج تكافئ وكرامة في الأول بينقسم إلى برنامجين صغيرين البرنامج الأول كان الدعم النقدي المشروط وده كان للأسر محدودة الداخل التي لا تستطيعش بيئة احتياجاتها الأساسية وعندها أطفال في سن التعليم وكان مشروط أنه لازم الأسرة تحافظ على بقاء أولادها في مراحل التعليم المختلفة وبيحصلوا على دعم سواء للأب والأم وحتى الأطفال الذين هم في سن المدرسة كانوا بيحصلوا على دعم نقدي 8 جنيه من جنيه 120 جنيه لحد نهاية السنوية العامة وبرامج أخرى طبعا أخرى ممكن تكلم عنها بعد كده لكن ده الدعم النقدي المشروط لفئات السن المحدودة البرنامج الأخر هو كرامة أنا بس بماهد لي فكرة حياة كريمة كيف بدأت أو كيف كانت مسألة الكرامة تشغل السيد الرئيس في هذه الفترة على وجه التحديد باعتبارها أنها مكون أساسي وهدف محواري من أهداف ثورة 25 هناير وهدف أيضا من أهداف ثورة 30 يونيو وكان فكرة الكرامة الإنسانية فبدأ بالكرامة الكرامة كانت في تكافل الكرامة قاصرة على في الذين تجوزت أعماره 65 سنة وذوي الإعاقة أو ذوي الهمم أو ما يسموا الآن القادرون باختلاف وده بيحصل دعم نقدي بدون أي شرطة لما صنعك تجوز 65 سنة ودام أنت معاقب أنت لابد أن تحصل على هذا الدعم من الدولة بدأ في حياة كريمة مش بس أنا هستهدف فئات هناك تكافل الكرامة كانت بيستهدف فئات سكانية غير قادرة لأشباه تيجاتها حياة كريمة لأنا هستهدف قرى وبدأ بمستهدفا طبعا 273 قرية فقيرة على مستوى مصر ممكن 80% منهم كانوا من قرى الصعيد باعتبار أن محافظات الصعيد كانت المحافظات الأكثر فقرا وتم عمل استراتيجية قومية كبيرة تتشارك فيها الدولة متمثلة في الحكومة والقطاع المدني منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بحس بمبادرة قومية كبيرة كل شركاء التنمية يكونوا أعضاء فيها وبدأ بالأول 100 قرية خلال العام السابق وركز على محاور أساسية مرتبطة بالبنية التحتية يعني الصرف الصحي وخاصة كان عندنا مشكلة كبيرة في مصر خاصة في القرى الفقيرة أنه مش عايز أقولك أكثر من 80% كانوا عندنا مش صرف صحي في القرى دي وبالتالي أنه كان لازم يعني يحافظ على كرمة هذا المواطن يكونوا على الأقل خالص يعني بيسموه بيت الراحة بيت الراحة دياني من حقه أن يدخل بيت الراحة كويس وكذلك طبعا خطوط مية الشرب مياه شرب نقية مياه شرب نقية وده جزء من برامج الحمال الاجتماعية لأن الحمال الاجتماعية بتركز على أربع محاور أساسية محور التعليم ومحور الصحة ومحور تحسين مستوى معيشة الفقراء ومحور خدمات البنية الأساسية اللي هي مياه الشرب النقية الصرف الصحي الغزاء النظيف وتم التكامل ما بين برامج الدولة المختلفة لما تكلم عن سكن كريم وهو أحد البرامج الأساسية في تكافل كرامة أو البرامج المنضوية تحت تكافل كرامة بتنفذه طبعا وزارة التضامن الاجتماعي ويتم أيضا بخدمات البنية الأساسية المياه الشرب النقية الغزاء النظيف بناء المساكن الأيلة للسقوط عمل أسقف لمنازل دهنات معينة ويمكن تجاوز إن كان الرقم الذي يحضرني صحيحا تجاوز حوالي 350 ألف أسرة استفادت من سكن كريم تابع وزارة التضامن الاجتماعي طب دكتور صلاح يعني خلينا نناقش الحالة الكلاسيكية للريف المصري بالتأكيد الريف زمان كان أكثر قسوة الحياة فيه أكثر مشقة ما كانش فيه هذه البنية الأساسية اللي احنا دلوقتي بنحاول ننهب بيها هي أصلا لم تكن موجودة بأي صورة في الماضي مثلا في الريف ومع ذلك كانت ربما معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة لم تكن بهذه الصورة مثلا في بواكير القرن الماضي لكن في فترة معينة في مصر وتحديدا بقى مع السبعينيات حصلت هجرة كبيرة جدا من الريف حالت انفتاح بل المدينة ده تطور طبيعي للمجتمعات لأن الرقعة الزراعية كانت تضيق على المواطن الريف حداك شايفين ده تطور طبيعي هو لو جنا نرجع للدراسات الكلاسيكية في علم الاجتماع هنلاقي أن المجتمع الإقطاعي والمجتمع الذي يقوم على الريف والمجتمع الإنساني مرر خمس مراحل لو هنتكلم بشكل أكاديمي يعني المرحلة المشاعية وهي لا توجد فيها طبقات إنسانية بعد كده المرحلة العبودية بيبقى فيه صاحب المال بيبقى رب والتاني بيبقى يعني عبد واخد بالك باككلمة الحالة الإقطاعية وهو الإقطاعي اللي هو صاحب الأرض الزراعية والقن اللي هو الفلاح الذي يعمل على هذه الأرض ثم تطور هذا المجتمع الإقطاعي إلى مجتمع الرئاسمالي حيث ظهرت الآلة بقى البخارية وبدأ يتحول المجتمع الإقطاعي إلى مجتمع الرئاسمالي فأصبح الإقطاعي بأصبح برجوازي بأطبق البرجوازية وتحول القن اللي هو الفلاح تمام تحول إلى بروليتاري اللي هو العامل اللي شغال على الآلة وبالتالي التطور الطبيعي ليه بتطور المجتمع الزراعي إلى مجتمع صناعي لكن أنا عانينا من هذه الهجرة لسنوات ما نقوم به الآن ضل هذه البراءة لأنه ما كنتش بتستوعب لأن حضرت ما كنتش بتستوعب والأرض الزراعية بالضيق يعني بطبيعة الحال الأرض الزراعية كانت بالضيق لإني فيه تمدد عمرين داخل هذه القرى والمساحة على شريط الوادي كانت بالضيق أنا مش عايز بس بقولك يعني أرقام محصائية سنة 1897 كانت مساحة الأرض الزراعية يعني في مصر حوالي 14 مليون فدان وكان نصيب المواطن المصري يعني حوالي نص فدان يعني 2100 متر مربع لحد ألفين لحد ثورت 52 وبناء السيد العالي كان حوالي بياخد نص فدان لوقتي أنت بتتكلم دلوقتي أن نصيب المواطن المصري من الأرض الزراعية حسب آخر تقرير 77 متر أنت بتكلم عن 6 قراريط دلوقتي 77 متر تمام التعداد السكان بيزيد أنا عايز أقول أنه أنت خسرت من الأرض الزراعية دي حوالي 200 ألف فدان في هذه الفترة سواء بسبب التعديات على الأرض الزراعية أو بسبب طبعا حالات التصحر اللي هي الموجودة المواطن عاية تعداد السكان زاد أربع مرات تمام بما لا تعادل الزيادة في الأرض الزراعية كمزاحة بالإضافة إلى جودة الأرض بدأت أنها تقل حتى أنت استصلحت برضو في الأرض الزراعية مش هتلاقي نفسك جايب هذا التطوير إن كان برنامج يعني البرامج التنموية اللي بندفع بها في الريف المصري والحديث الآن عنها هل هي كفيلة بتقليل هذا النزيف البشري من الريف إلى المدن لكن بتوازن ودون إخلال بحقوق أبناء الريف ومقدرات حياتهم أكلم بشكل فير وبشكل عادل يعني مستحيل حتقدر هذه البرامج أنها تقيمك داخل هذه القرى لأن هذه البرامج مرتبطة بتحسين مستوى المعيشة داخل هذا المكان أني أدملك ساكن كويس في مياه شربه نقية في غزاء نظيف لكن المحوى الأساسي هو التنمية عايزين لي فرع يا أستاذ عاصم ما بين التنمية هي التي تغير حالة المجتمع وليس الحمال الاجتماعي التنمية التي تنقل المجتمع من وضع سيء إلى وضع أفضل والتنمية هنا تعني الإنتاج بمكوناته وشمولياته المختلفة لكن الحماية الاجتماعية هي أقصى ما يمكن أن تفعله أن تحافظ على هذه الفئة على قيد الحياة دون تراجع في مستوى معيشتهم إنك تعيش حياة كويسة لكن ما تموتش لكن ما تطورش حياتك أفضل أنا أحافظ عليك أكتر من كده لكن اللي بينقلك من مكان إلى مكان اللي حينقلك من تحت خط الفقر لو أنا قلت خط الفقر دلوقتي إحنا عندنا يعني معدل اللي تحت خط الفقر 32.4% حسب آخر تقرير السنة اللي فاتت سمام أنا علشان دول يقلوا ويرتفروا إلى الطبقة الوسطى بقى دول يبقى لازم أعمل برامج تنمية تحسن مستوى معيشتهم مش بالدعم النقدي برامج الحماية الاجتماعية هي برامج مؤقتة في طبيعة الحال يعني لو استمرت أكتر من ثلاث سنين بتبقاش نجحت لأنه الغرض الأساسي من هذه البرامج أن تتوقف بعد ثلاث سنين يكون المواطن أصبح قادر على الاعتماد على نفسه أن يقدر أصبح منتجا أصبح منتجا مش مستخدم للدعم النقدي مش مستخدم للدعم النقدي وبالتالي أبد أن تكون هناك سياسة تمام مش سياسة حماية اجتماعية أكثر من سياسة تنموية شاملة تنقل هذه الطبقة الفقيرة إلى طبقة أفضل من خلال فرص عمل حقيقية فرص عمل أقول حقيقية المجتمعات الريفية ما فيهاش فرص عمل حقيقية إلا الفلاحة فقط لكن أنت هتعمل مصنع داخل القرية مش مستحيل لازم هينتقل بقى إلى المدينة يبقى لازم أنت كمدينة صناعية تستوعب تكون مهيئة بشكل أو بآخر لاستيعاب هذه الفئات اللي هي ضاقت بها سبل العيش في القرى إلى المدينة لأنه المجتمع الريفي بيتمدد بطبيعة الحال هو بيمثل لنسبة أكتر من خمسين في المئة من سكان مصر طب هو بيتمدد هيروح فين لهو دوقتي لا قادر يبني على الأرض الزراعية ولا عنده فرص عمل وفي نفس الوقت الأب اللي كان عنده خمس أرقيد خلف خمس أولاد أصبح لكل ولد فيهم إراد الإرادة مش هيكفي احتياجاته يعني أحد مصادر التعدي على الأرض الزراعية بصد عاصم هو قلة ربحية الأرض الزراعية الناد عشان نشتري شقة غالية جدا طب العقد اللي بيجي من الأرض أقل طب مبني على الأرض طب وإحنا دلوقتي لدينا مثلا ملف مفتوح مهم جدا وهو إعادة الأمور إلى نصابة في مسألة التعديات بكل أشكالها وأنواعها وهناك يعني قبضة حديدية في هذا الإطار لأن هذه حقيقة الأمر هي مقدرات هذا الشعب وحق البسطاء قبل حق الأغنياء ملف التصالحات ده ربما يساعد برامج الحماية الاجتماعية اللي بتتم الآن في ريف المصري لسيما طبعا التعديات على الأراضي الزراعية هي من أشهر وأكثر أنواع التعديات شيوعا في مصر ربما نعم طبعا عندنا مخالفات كثيرة وداما هذه المخالفات والتعديات تزداد في فترة ضعف الدولة المصرية في ضعف الدولة لما أنا قلت رقم من شوية أنه في الفترة من 52 أو من 1897 حتى الآن خسرنا 200 ألف فدان من أجود أراضي الأراضي الزراعية في مسألة البناء وتحولها إلى كتر خرصانية وده أصر بشكل أو بآخر على الاقتصاد القومي الاقتصاد القومي كان الناتج الزراعي الزراعة نفسها كانت تساعد ب60% من الاقتصاد القومي الآن أصبحت الزراعة تساعد ب13% فقط يعني إحنا بلا تحول هل إحنا عندما تراجعنا في معدل الزراعة تقدمنا في معدل الصناعة هو ده السؤال إذا أردت لسكان الريف أن تحل مشكلة الريف لازم تحل مشكلة المدينة الأول أن تكون المدن قادرة على استيعاب الهجرة لأن الهجرة دي قادمة قادمة لأنك أنت بتضيق الشريط الوادي ده ضيق والتمدد موجود وإنت مانع المواطن في الريف أنه يتمدد لأنه هيتمدد أفقي يعني المواطن في الريف هيتمدد أفق في الأرض الزراعية لأنه طبيعة النمط الإنتاج داخل القرية قائم على تربية المواشي والدواجن وبالتالي لو أنا بتكلم تاني أن راجل معاه بيت وخلف خمس أولاد بعد ما يكبره محتاج خمس بيوت أفقي عشان كل واحد يربي حظيرة للمواشي وحظيرة للطيور وكمان بعد شوية أولاده التانيين محتاج فبالتالي أنت مش عايزه بقى يتمدد يبقى لازم تجمع بديل ليه داخل المدينة أن تكون هناك من المصانع والمشروعات الكبيرة جدا اللي هتقدر تستعب أكبر قدر من العمالة متاح بحيث أن هذا المواطن لما ينزح من الريف إلى المدينة يجد فرص أو نمط إنتاجي مختلف تماما يستطيع أن يتعاش معاه بدل ما يجي على ظهر المدينة ويعمل تجمعات عشوائية يبقى أنا لازم أعمل مدن صناعية وأعمل جنبها مساكن شبابية موجودة تخدم على منطقة صناعية يعني أنا في تصوري أني مش أعمل إسكان اجتماعي في الأول لا أنا أعمل مصانع الأول وأعمل جنبها إسكان اجتماعي لكن أنا لو عملت إسكان اجتماعي وعملتش مصنع جنبه وبمحلش المشكلة أنا لازم أجد فرص عمل حقيقية من خلال التكامل ما بين الهجرة الحفاظ على الأرض الزراعية مصانع شغالة بشكل كبير إسكان اجتماعي ما أقول مش هقول متوسط تمام يليق لا تقل عن ثلاث حجرات علشان الثقافة اللي موجودة ومرعاة البعض الثقافي أنا أخلف أولاد وبنات وبالتالي أولاد وبنات بعد عشر سنين وفقا للثقافة الدينية هعزل بينهم يبقى لازم يكون عندي ثلاث قوض قوض للبنات وقوض للأولاد وقوضة كمان للأب والأم بعد كده ما اتطلرش بعد سنين ثلاثة إن أنا أبيع الشقة أو أحولها إلى عشوائية من جوة تاني لأ يبقى أنا محتاج وإن أنا بابني دلوقتي أراعي البعد الثقافي عشان أقدر أحل هذه المشكلة المستخدم برامج الحماية الاجتماعية اللي بتدفع فيها الدولة في الريف حاليا تستطيع أنها تساهم في تقليل معدلات الفقر معدلات الأمية معدلات حتى العنف الأسري وما إلى ذلك آه الإجابة قولاً واحداً هذه البرامج لعبت دوراً كبيراً طبعاً في التخفيف مش بقول الحد التخفيف من تداعيات الفقر وأنا دقيق في هذا المصطلح التخفيف من تداعيات الفقر غير الحد من الفقر أنا أول مرحلة دلوقتي في الظروف الصعبة جد اللي بتمر بها البلد دي أول خطوة إن أنا قل من تداعيات وبعد كده في المرحلة الثانية لازم أبدأ أحد من الفقر مش هبدأ طول الوقت إن أنا أعالج التداعيات مش هينفع أنا لازم الدولة تبدأ أول مرحلة إنها تخفف من التداعيات اللي موجودة على المواطن العادي من خلال تسهله سبل التعليم رعاية صحية كويسة تخفيف العنف رفع معدلات الأمية كله ده تخفيف من تداعيات الفقر لكن عشان تحد من الفقر إنك لازم توقل هذا المواطن الفقير من طبقة إلى طبقة تانية وده يحتاج استراتيجية تانية مش حماية اجتماعية لا هو المفهوم بقى التنموي للحمية الاجتماعية إن أنا أقدر يكون فيه مستوى معيشي كافي لإشباع هذه الاحتياجات وعنده جزء على الدخار عايز تعرف أنت مش صحة ولا غلط شف معدل الدخار قد إيه في الأسرة لو لقيت معدل الدخار 25% اعرف إن هذه الأسرة مصيرة في يوم من الأيام مش هترجع معدل الفقر تاني هتنتقل من الفقر لكن لو لقيت معدل الدخار صفر إنك إنت اللي بييجي على قد اللي رايح يبقى أنت هنا مش فقير تمام فيه مفهوم ثالث اسمه المهددون بالفقر المهددون في الفقر بين بين لا هي الفئة غير القادرة على الدخار لأنك تطولي الوقت اللي جاي على قد اللي رايح يبقى لازم يكون عندك جزء تتدخره علشان تخرج من نقطة التهديد اللي هي موجودة وإن لازم أنا بخطط بقى لإساسات الحماية الاجتماعية وخطط لي التنمية لازم أراعي الفقراء والمهددون بالفقر ودول أخطر مرحلة في التصوري ودول الأكبر والأعراض أنا بشكو عليك شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم دكتور صلاح حاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم مشاهدين كرام على متابعاتنا في هذه الحلقة في من القاهرة ونلقاكم على خير ونفس الموعد غدا بإذن الله تعالى على شاشة النيل للأخبار بعد فصل قصير جولة في أبرز عنوين ومنشطات صحف مصر الصادرة لصباح الغد وزميتي مرباك المليجي فانتظروه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة